بالنسبة للكلمة اللي اتقالت انه المهندس خالد عبد عزيز وزير الشباب والرياضة في مرة في لقاء تلفزيوني قال التقارير بتقول انه مصر بتباد فرحانة لما الاهل بيكسب طيما دلي احنا بنقوله والمهندس خالد عبد عزيز رجل زمال كاوي والبعض رشعه في الفترة احنا لما بنقول ان خمسة وسبعين في المية من جماهير الكرة المصرية اللي تقدر بخمسة وخمسين مليون مهتمين غير اللي مهتمين من بيوتهم اهلوية بيجدلونا في ايه? واحنا لما بنقول ده ما بنقولش رأيين على فكرة بنقول ارقام وحقائق من ضمنها مركز بصيرة لقياسات اتجاهات الرأي العام والاستاذ عصام سالم عارف ان ده مركز رسمه وعارف انه احزاءاته من المهمة لدى مجلس الوزراء المصري نفسه لما يقول مركز بصيرة ان عن اهتمامات الشارع المصري بكرة القدم ان الاستطلاع اظهر ان 72% من المصريين بيشجعون نادي الاهل و21 بيشجعون نادي الزمالك و4 يشجعون 4% بيشجعون الاندية المصرية المختلفة وفيه 3% لا يهتمون بالاندية المصرية ولا يشجعون اندية ده مركز بصيرة فاللي كان بيقوله المهندس خالد عب عزيز مش بس تقارير لا ده واقع واقع بتأكدوا احصاءات رسمية وبيأكدوا احصاءات تسوقية من ضمنها كان مركز او اه شركة ابسوس العالمية لقياسات الرأي العام لما عاب حابت تعمل قياس لرأي العام الرياضي في مصر قالت ان مصر فيها 40 مليون مصري بينتموا للنادي الاهل من اصل كان من اصل 50 مليون بيشجعوا كرة القدم ده برضو شركة اجنبية من شركة مصرية فاللي قاله المهندس خالد عب عزيز كان بيساند على تقارير بتأكدها وادعمها احصاءات رسمية وقياسات رأي عام حقيقية فالأستاذ عصام سالم اوعى واكثر مهنية من ان هو يساند الى كلام الجمهور عمال يرددوا ونتائج التصويتات يا سيد إبراهيم على السفتاءات المحلية والاقليمية والعالمية بتقول كده ان الجمهور لها المؤثر بالتأكيد قال لك جهان السادات قالت سيدة جهان السادات قالت الرئيس السادات بيبات مبسوط لما الاهل بيكسر طيب ايه ده يزعل في ايه هل ده ظلم فرقة معينة يعني عايز تقول ايه لو كنت عايز تقصد انه الفترة دي كانت البطولات كلها بتروح للاهل عشان الرئيس السادات اهلاوي لا اقولك انه في فترة الرئيس السادات اللي بدأت من 28 سبتمبر 70 وفاة الرئيس عبد الناصر الى 6 اكتوبر 81 وفاة الرئيس السادات خلال هذه الفترة مصر تلعب فيها 8 دوري 8 بطولات دوري لو هي الفكرة انه كل بطولة لازم ان تروح للاهل ارضاءا للسيد الرئيس السادات 8 بطولات دوري الاهل خد 6 بس الزمال خد بطولة المحلة خد بطولة كاس مصر تلعب 6 مرات ولو حد عايز يجامل حد في الكاس اسهل من الدوري مباراة واحدة بالنوك قوت وتناشر اللي انت عايزه 6 كاس مصر تلعبه في فترة الرئيس السادات الاهل خد اقل من الزمالك عشان بقول لك يا استاذ عصام ما ترددش كلام جمهور انت اكثر وعيا ومهنية من انت تسند على حاجة غير مدعمة حقيقية 6 مرات كاس لا لا هنا بس انا عايز اقول حاجة بالطريقة دي هو ما برددش وورا الجماهير الجماهير بتردد وراه يعني هنا الالحاح الاعلامي اللي طالع لنا في حاجة جديدة العدالة العدالة ما انت بعد ما خلصت نادي الدولة بعد ما خلصت تحكيم وبعد ما خلصت الحلال والحرام دلوقتي بنتكلم في العدالة وده اللفظ الجديد الاكثر تدولا مع كل واحد يطلع اتكلم دلوقتي ده احنا بنقول احنا عايزين العدالة ده انت لو شفت العدالة لو طبقت والله العظيم حتتك هتروح في حتة تانية خالص عارف الستة كاس ستة كاس مصر اللي تلعبوا في حقبة الرئيس السادات عليه رحمة الله الاهلي اقل الاندية فوزا بالكاس الزمالي خاد تلاتة كاس الاتحاد السكندري خاد اتنين كاس كان على حساب الاهلي والاهلي خاد الكاس مرة واحدة تخيل الاهلي مرة والاتحاد اتنين والزمالك تلاتة ومع ذلك كان الرئيس السادات بيبات مبسوط لما الاهلي بيكسر طبعا يبات شفت يا استوز عصام يعني ده اللي احنا بنا تمناع ايه بات مبسوط دي خلينا مع بعض من دعمش هزي المشاعر السلبية عند جباهير اللي بتزود الاحتقان وبتخفف على اي مسؤول انه يصلح في النهاية يا عمه اسكت ده كانوا بيعملوا كذا هي دي للأسف ده حجر الزاوية في الازم الناس بترمي الكلام على اي شمعة وخلاص لكن فيه ناس بتشوف من الغربال وبتعترف وبتطالب الناس انها هتمشي صح ده كلام مهم جدا لناس كمان مهمة بعد الفاصل اشتركوا في القناة